أهلاً في مقرر الكيميا الكهربية كيم 233 وننتقل الوحدة العاشرة أنواع الأقطاب والخلايا ندرس أولاً أنواع الأقطاب Type of Electrods وتوجد أربعة أنواع من الأقطاب في هذا المقرر نبدأ بالنوع الأول القض الغازي Gas Electrod حيث يمكن دفع غاز ليشارك في تفاع الكهرب الكيميائي باستخدام قطب مثل قطب الهايدروجين القياسي يتكون قطب الهايدروجين القياسي من سطح من البلاتين هذا هو سطح من البلاتين والبلاتين هو فيلز خامل ومغمور في محلول يحتوي على آيونات الهايدروجين هذا هو المحلول الحمضي تركيزه واحد مولاريتي ويحدث اتزان هذا هو الاتزان هذا هو تفاعل القض آيونات الهايدروجين الموجبة زي 2 إلكترونس تعطي آيون تعطي غاز الهايدروجين وبالطبع قطب الهايدروجين من ممكن أن يكون أنود أو كثرة حسب جهد القطب الآخر المشارك في تكوين الخلية وتم الاتفاق على أن الجهد قطب الهايدروجين القياسي يساوي صفر وهذا هو التمثيل الاستلاحي لقطب الهايدروجين ونلاحظ وجود الخط المائل الذي يعني الفصل بين مادتين في حالتين مختلفتين من حالات المادة إذن بصرعة ما يمكن القول أن القطب الغازي هو قطب يكون أحد مكوناته عبارة عن غاز يشارك في تفاعل القطب النوع الثاني من الأقطاب هو قطب الفلز وأيون الفلز مثل متاليون إلكترود وهو قطب ينتج عند غمر ساق من الفلز في محلول يحتوي على أيونات نفس الفلز مثال لهذا القطب قطب الفضة ويتكون عند غمر ساق من الفضة في محلول يحتوي على أيونات الفضة مثل نترات الفضة ويكون هذا هو تفاعل القطب وهذا هو الرمز الاصطلاحي للقطب إذن عندما نغمر أي ساق من أي فلز في محلول يحتوي على نفس أيونات الفلز فإن هذا القطب عندئذ يسمى قطب الفلز وأيون الفلز بهذا ننهي هذه المحاضرة ونواصل في شرح مقر الكيميا الكهربية في دروس لاحق اشتركوا في القناة